ألغيت رحلات مئات الطائرات والقطارات في بوسان بجنوب كوريا الجنوبية حيث تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من باب الاحتراز بسبب العاصفة خانون وبعدما اشتاحت اليابان توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية وأفادت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن العاصفة ستتوجه بعد ذلك إلى شمال شبه الجزيرة ودعا رئيس الوزراء الكوري السلطات المحلية إلى إجلاء جميع السكان من المناطق المعرضة للخطر فيما طلبت وزارة الداخلية من السكان الامتناع عن الخروج حتى انتهاء الإعصار وصدرت انذارات بحصول إعصار عبر أنحاء البلاد ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة قد تصل إلى 500 مم في المناطق الساحلية في شمال شرق البلاد وما بين 100 و200 مم في سيول ومحيطها واجتاحت رياح شديدة تصل سرعتها إلى 145 كم في الساعة مدينة بوسان الساحلية حيث أغلقت متاجر ومقاه عديدة كما تساقطت أمطار غزيرة على العاصمة سيول وألغي ما لا يقل عن 330 رحلة فضلا عن تعليق الرحلات البحرية وعبر السكك الحديدية بحسب السلطات كما أفادت وزارة التربية الكورية عن إغلاق أكثر من 1500 حضانة ومدرسة أو إرجاء الحصص الدراسية أو إجرائها عبر الإنترنت